اشتركوا في القناة السولار لأول مرة منذ أكثر من 30 شهر حيث زاد سعر السولار بمقدار 50 قرش للتر ويمكن الموضوع ده وإحنا بنتابع كحكومة دائما على مدار اليوم كل ردود الأفعال اللي موجودة في الشارع المصري هذه الحكومة هي جزء لا تجزأ من الشعب وإحنا دايما بنبقى حرصين على التواجد في وسط جموع المواطنين ونسمع لكل قراءهم ومشاكلهم ونشوف إيه اللي ممكن نقدر نعمله علشان نقدر نحل ونوجابه التحديات الغير مسبوقة اللي بتواجهها مصر زي كل دول العالم النهاردة في الأزمة العالمية الكبرى اللي احنا موجودين فيها واللي بنعاني منها واللي أعتقد أن كتب التاريخ كلها هتذكرها كما ذكرت من قبل الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية التانية احنا بنمر بأن أكتر من سنتين بظروف استثنائية يعني الحقيقة العالم كله بيمر بيها بدءا من جائحة كورونا وبعدها طبعا بدأت موجة التضخم العالمي من نتيجة للتراب سلالس الإمداد والتوريد اللي حصلت في نهاية العام 21 وبعد كده يعني طبعا الأزمة الروسية الأوكرانية اللي بدأت من نهاية شهر فبراير الماضي واللي ليها التدعيات الكبيرة جدا 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 للعالم النهاردة بيعاني منها وحضراتكم كلكم شايفين ومتابعين موجات التضخم الغير مسبوقة اللي بيواجهها العالم بقالها أكتر يمكن دي أعلى وأكبر وأضخم موجة تضخم دول العالم بتواجهها منذ أكتر من خمسين سنة فبالتالي الحقيقة أنا كنت حريص كعهدنا دايما منذ بدء هذه الأزمات إننا نكون في فرصة النهاردة إن احنا نوضح لحضراتكم مجموعة كبيرة من الحقائق علشان يبقى كل المواطنين عارفين الدولة المصرية بتتحرك إزاي لدعم وحماية المواطنين وأيضا إيه رؤيتنا للتعامل مع هذه الأزمة الغير مسبوقة خلينا نتكلم الأول ونبدأ بموضوع الساعة وهو الموضوع الخاص بزيادة أسعار المنتجات البترولية وعلى الأخص موضوع السولار زي ما يمكن قلنا لحضراتكم دائما مصر دولة مستوردة للمنتجات البترولية كصافي إحنا عندنا جزء بننتجه ونصدره ولكن أيضا بنستورد الجزء الأكبر من احتياجاتنا بإجمالي حوالي 100 مليون برميل سنويا فده طبعا رقم كبير جدا ولنا أن نتخيل إن الموازنة العام الماضي اللي هو عام 2021 2222 اللي هو انتهى في 30 ستة الماضي كانت الموازنة محطوطة على أساس أن سعر سعر يعني البرميل من البترول 60 دولار دي كانت الموازنة بتاعتنا محطوطة بهذا الشكل وده يمكن هو كان السعر السائد اللي فعلا كان موجود على مدار الفترة السابقة في وقت ما عملنا الموازنة كان هو ده السعر التقديري اللي موجود واللي احنا كلنا طبعا كنا شايفين إنه هو ده اللي حيبقى مرشح للاستمرار خلال هذا العام المالي اللي انتهى في 30 ستة الماضي وبالتالي أنا عايز أوضح هنا نقطة مهمة جدا إنه إحنا منذ بدأنا موضوع الإصلاح الاقتصادي وبدأنا تطبيق ألية التسعير التلقائي كنا نجحنا فعلا بنهاية عشرين عشرين وبدايات واحد وعشرين إنه إحنا تقريبا ما يبقاش عندنا دعم للمنتجات البترولية بخلاف فقط أنبوبة البتجاس اللي هي دائما طبعا فيه دعم كبير من الدولة ليها وحيستمر هذا الدعم بصورة كبيرة جدا لكن كنا وصلنا بنهاية عشرين عشرين إنه إحنا أصبح تقريبا ما عندناش دعم للمنتجات البترولية وكنا بنصعر كل أنواع البنزين مع السولار بحيث المجموعة مع بعضها بتغطي نفسها يعني إيه الكلام ده يعني كنا برضو ما زلنا بنصعر السولار الرقم اللي هو كان موجود قبل زيادة مبارح اللي هي ستة جنيه خمسة وسبعين كان ما زال أقل من قمته ولكن كان لما نجمع كله مع بعض كله بيغطي نفسه وبالتالي الدولة ما كانتش بتتحمل أي دعم لكن ده كان في الظروف اللي إحنا زي ما كنا بنقول إن سعر البرميل كان ستين دولار طب إيه اللي حصل اللي حصل النهاردة طبعا ارتفعت الأسعار نتيجة للحرب بصورة كبيرة جدا ووصل سعر البرميل زي ما حضراتكم شفته إلى مية وعشرين دولار فيه خلال الفترة السابقة يعني معنى كده إن الكلفة زادت على الدولة المصرية إلى الضعف طب هل إحنا زودنا زي كل دول العالم أو أغلب دول العالم سعر المنتجات البترولية على المواطن بالضعف زي ما حصل في عدد كبير من الدول بالتأكيد لا إحنا كنا حرصين كل الحرص على مدار العام المالي الماضي إن بالذات السولار لا يمس وإنا عايز بس أدي رقم مواضح جدا لكل الشعب المصري المتوسط سعر السولار تكلفة سعر السولار أو لتر السولار على الدولة المصرية خلال الثلاث شهور الأخيرة لأن إحنا لما بنحدد السعر بناخده كمتوسط ما باخدش سعر النهاردة باخد متوسط الثلاث شهور الأخيرة عشان نعرف هو بيكلفنا قدي وصلت تكلفة سعر اللتر على الدولة المصرية 11 جنيه للتر ببيعه بـ 6.75 يعني كده الدولة بتتحمل 4 جنيه وربح طب إحنا عشان ندي أرقام واضحة لكل المواطنين استهلاك مصر قدي إيه من السولار إحنا بنستهلك يومياً 42 مليون لتر يعني في الشهر مليار وربع لتر وفي السنة 15 مليار لتر سولار ببساطة شديدة لو أنا خدت الرقم بتاع اليومي 42 مليون لتر وقلت إن أنا الدولة في آخر 3 شهر تحملت 4 جنيه وربع حنجد إن إحنا كده كنا يومياً بنتحمل كدولة دعم نتيجة للفرق ده 178 مليون جنيه طب تكلفة الكلام ده على السنة كلها لو أنا بقول 15 مليار لتر بنتكلم في 63 مليار جنيه لو كنا استمرين بالسعر القديم الدولة المصرية حتتحمل على مدار السنة 63 مليار جنيه دعم فقط لموضوع السولار طيب اللي إحنا زودناه مبارح أو حصلت الزيادة اللي هي النص جنيه دي بتعمل إيه كل العملية إنها بتقلل الدعم بتاع الدولة المصرية اللي هي الدولة النهاردة بتدفعه من 178 مليون جنيه يومياً إلى 157 مليون جنيه يومياً يعني معنا كده الدولة ما زالت متحملة جزء لو الرقم وفترطت إن سعر البترول هيستمر بنفس الأرقام المتوسطات بتاعة التلاتة شهر الجاية يبقى معنا كده إن السنة المالية الحالية الدولة المصرية كده مرشح إنها بالسعر حتى الجديد إنها تستمر إنها تدفع دعم 55 مليار جنيه بنزله من 63 ل 55 ده فرق النص جنيه اللي إحنا زودناه طب إحنا النهاردة إحنا مخططين الكلام عاملين إيه كدولة إحنا الموازنة الجديدة عشان ما يتقلش إن الدولة لما زودت السولار نص جنيه هي بتقلل الدعم فعلياً لأ إحنا مزودين النهاردة الدعم بتاع المحروقات للسنة المالية الجديدة نتيجة للزيادات الكبيرة دي إحنا السنة اللي فاتت كان دعم إجمالي دعم المحروقات اللي موجود في الموازنة بتاعتنا كان 18 مليار السنة دي ما يقرب من 30 مليار جنيه محططين لدعم المحروقات والبوتجاز ده على أساس إن إحنا مقيمين سعر برميل البترول ب85 دولار فالمواطنين هايجوا يقولولي طب النهاردة سعره أكتر من 85 فبالتالي طب إنتوا هتعملوا إيه إحنا حطين احتياطيات عامة تبقى لتوجيه فخامة الرئيس اللي هي النهاردة بنكلم في 130 مليار جنيه محطوطة على جنبك احتياطي عام الدولة تقدر تتدخل به في خلال على مدار العام المالي القادم بحيث لو لقينا إن في بعض البنود الأساسية السلع الأساسية المهمة النهاردة فيه أرقام تجاوزة الدعم المقرر أو الأرقام المحطوطة في الموازنة نقدر نتدخل من خلال الاحتياطي العام ده ونضخ زي ما عملنا السنة اللي فاتت وتحملنا زيادات سعر السلار على مدار الثلاث أربع أو الست شهور الأخرانيين من العام المالي الماضي وتحملناهم ومحاولناش إن إحنا نزود سعر السلار نتيجة لإدراكنا إن سعر السلار ده بيسمى في حاجات كتيرة منها طبعا النقل الجماعي النقل البضايع تشغيل الآلات الزراعية فكنا حرسين كل الحرص السنة اللي فاتت إن إحنا ما نزودش سعر السلار على أمل إن الظروف الخاصة بهذه الحرب تكون ظروف استثنائية وتنتهي في فترة قريبة ونقدر بعد كده نعود إلى كما كانت الأسعار لكن طبعا مع المستجدات اللي موجودة وأصبحت كل التقديرات إن هذه الأزمة العالمية حتى طول أمدها وتأثرها على مدار يمكن سنة أو أكتر من النهار ده كان لازم نتعامل مع الوضع ده كحقيقة واقعة ونعيد تخطيط أرقامنا وتخطيط ميزانيتنا علشان بقدر الإمكان نستوعب جزء من الخسائر الكبيرة اللي هتبقى واقع على الدولة عشان كده يمكن كانت الزيادة اللي حصلت مبارح كعهدنا مع كل المواطنين إن إحنا بنتحمل الجزء الأكبر من الزيادة ونمرر جزء بسيط من الزيادة دي على المواطن يبقى إحنا كان ببساطة شديدة المفروض زي أغلب دول العالم النهار ده كان يبقى سعر السولار يروح ل11 جنيه اللي هي التكلفة اللي عندنا لكن فعليا إحنا كل اللي بنعمله إن إحنا بنزود فقط جزء يسير عشان إدراكا مننا لإن إحنا عايزين نخفف بقدر الإمكان الأعباء عن المواطنين في كل هذه الزيادات فبالتالي كان هذا القرار اللي إحنا بناخده علشان مجرد إن إحنا ما زلنا بنتحمل الجزء الأكبر كدولة ولكن المواطن يشيل معانا جزء بسيط من هذا الموضوع أنا عايز أقول إن بالرغم من الزيادة اللي حصلت مبارح ما زالت مصر بتصنف بالنسبة لسعر السولار كواحدة من أرخص عشر دول على مستوى العالم وبالنسبة لسعر البنزين واحدة من أرخص عشرين دولة على مستوى العالم ومبارح أنا يمكن يعني تبعت بنفسي النقاش اللي حصل إن يعني بعض الناس لما قالت هذا الكلام طلع بعض الخبراء وقالوا لا إحنا ما نقارنش هذا الموضوع السعر بكام لازم نقارنه بمستوى دخل الفرد وحصل نقاش وجدل على هذا الموضوع لكن هناك حقيقة لا جدل فيها مصر من أرخص دول العالم من أرخص عشر دول في تسعير السولار أنا عايز أقول حاجة مهمة جدا إذا بصين على العالم السولار دائما هو أغلى منتج في المواد البترولية إحنا عندنا العكس في مصر لما نيجي نبص على الأسعار بنحط السولار دائما هو أرخص شيء لإنه هو متواجد عندنا بوظروف مصر السولار متداخل في حاجات كثيرة جدا هو اللي بيشغل السيرفيس وبيشغل الميكروبسات وبيشغل وسائل النقل العام بيشغل المواتير بتاعت المية والجرارات الزراعية فبنحاول بقدر الإمكان إن إحنا نتحمل الجزء الأكبر من الزيادة ونمرر أبسط شيء للمواطن المصري لكن تظل الحقيقة إن مصر حتى مع الزيادات اللي حصلت من أرخص دول العالم وأنا بقولها هو وبالمقارنة بدول بقى أخرى مستوى دخل الفرد فيها ودي بنكلم على عشرات الدول مستوى دخل الفرد فيها أقل بكثير جدا من دخل الفرد المصري ولكن السعر المنتجات هناك أعلى بكثير من السعر اللي موجود في مصر الحقيقة يمكن منذ الأمث من بدء تطبيق والإعلان عن هذا القرار كنت يعني حريص على المستوى الشخصي بالتواصل مع كل المحافظين ومعالي وزير التنمية المحلية علشان نقدر إن إحنا نشوف على الأرض ونمهد للتطبيق العادل لفروق الأسعار فيما يخص تعريفة السيرفيس وموضوع النقل الجماعي علشان نطمئن إن نستغل فرصة الأيام اللي فيها الأجازات دي إن إحنا يحصل توافق على التعريفة الجديدة ويبدأ تطبيقها في الوقت اللي الأمور هادئة في الشارع بحيث إن شاء الله مع بداية الإسبوع القادم يبقى كل المواطنين عارفين الأسعار وبينزلوا وهم عارفين ومؤهلين للأسعار والزيادات الجديدة ويمكن الحمد لله نفسه مخلصين اجتماع يعني بالرغم من التواصل مع السادة المحافظين أمس النهاردة كان فيه اجتماع منذ الصباح الباكر اجتماع مجلس محافظين مع كل المحافظين بتابع معاهم مرة أخرى على الأرض التطبيق وإيه اللي بيحصل على الأرض بالتنسيق مع طبعا السادة مديري مدريات الأمن ووزارة الداخلية عشان نتطمن لاستقرار الأوضاع وإن إحنا نضمن إن يكونش هناك أي نوع من الاستغلال الخاطئ ولا السايا ولا المبالغ فيه في عملية تسعير التعريفة الخاصة بالنقل الجماعي ويمكن اللي حصل التوافق مع كل السادة المحافظين بناء على تطبيق الزيادة اللي حصلت إن أقصى زيادة حتكون موجودة في التعريفة اللي حتبقى موجودة للسيرفيس هي 7% الأرقام حتبقى ما بين 5 إلى 7 يعني معنى كده إن الحد الأقصى حيكون 7% سواء في النقل الداخلي أو النقل اللي حيبقى ما بين المحافظات وإحنا على مدار إن شاء الله الأيام القادمة هنكون بنتابع على الأرض مع كل المحافظين ولدينا العديد من الوسائل وده اللي أنا بناشد فيه المواطنين لو أنت وجدتوا إن هناك أي نوع من المغالاة أو استغلال خاطئ لهذا الموضوع وإن هناك أحد السائقين أو أحد اللي بيعملوا في الموضوع النقل الجماعي بيحاول إن هو يبالغ في التعريفة عندنا طبعا منظومة الشكاوي اللي تابعة لمجلس الوزراء وأيضا منظومة شكاوي في وزارة التمامة محلية وأيضا على مستوى المحافظين هناك خط ساخن ومكاتب المحافظين حتكون مفتوحة على مدارة 24 ساعة عشان تتلقى أي شكاوي جزء الخاص بما يخص موضوع الحياة المنتجات البترولية ولكن يعني زي ما قلت لحضراتكم أنا وجدت إنها فرصة مهمة جداً النهاردة إن إحنا نعرض للمواطن المصري الدولة المصرية في ظل هذه الظروف شديدة القصوة اللي العالم كله بيمر بيها واللي إحنا لازم لنا كدولة في هذه الأزمات العالمية الدولة المصرية بتعمل إيه في الفترة دي عشان بقدر الإمكان تحمي الفئات الغير قادرة ومحدود الدخل من خلال العديد من الآليات والمبادرات اللي وجه بيها فخامة الرئيس واللي بيتبحى بنفسه معانا يومياً عشان نطمن إن إحنا بقدر الإمكان نكتاز هذه الفترة الغير مسبوقة في تاريخ البشرية مرة أخرى ونخرج منها إن شاء الله بأقل ضرر ممكن على الدولة المصرية أنا حدي لحضراتكم بس بعض الأرقام المهمة جداً 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 عشان نعرف الدولة المصرية شايلة إيه وبتتحمل إيه في خلال هذه الفترة بالنسبة لأنبوبة المتجاز ولازم نبقى عارفين إن قبل الزيادات اللي حصلت في الأسعار العالمية لإن طبعاً سعر أنبوبة المتجاز مرتبط أيضاً بأسعار الوقود إحنا كان سعر الأنبوبة 65 جنيه في الوقت اللي كانت بتكلف الدولة 150 جنيه طب الزيادات اللي حصلت لأسعار الوقود بقت النهاردة تكلفة الأنبوبة كام على الدولة بقت 200 جنيه إحنا كل اللي زودناها على الأنبوبة هي 10 جنيه فقط فبقت النهاردة الأنبوبة بـ 75 جنيه مقابل إن تكلفتها على الدولة 200 جنيه هنا دي نقطة مهمة جداً عشان نبقى عارفين إحنا كدولة النهاردة متحملين برضو مرة أخرى عن المواطن معنى كده إن دعم البتجاز حيزيد في خلال هذا العام وده اللي أنا زي ما قلت لحضراتكم إحنا كنا السنة اللي فاتت حطين دعم للمنتجات البترولية 18 السنة دي حطين 30 عشان يبقى برضو جزء من هذا الزيادة اللي بتحصل يغطي جزء من كلفة أنبوبة البتجاز مع زيادة السولار اللي هتحصل في خلال هذه الفترة بالنسبة للموضوع دعم الخبز الحياة الدولة المصرية لديها برنامج شديد خصوصية في هذا الموضوع وإحنا كنا حرصين على استمرار دعم منظومة الخبز بالرغم من الارتفاع الجنوني اللي حصل في سعر الأمح على مستوى العالم عشان بس نبقى عارفين إحنا كمصر بنستهلك قده مصر بتستهلك يومياً 270 مليون رغيف خبز مدعم بنقترب في السنة من 100 مليار رغيف طب إحنا طبعاً كلنا عارفين إن سعر الرغيف المدعم قبل زيادة الأمح إحنا كنا بنشتري الأمح من سنة كان سعر متوسط سعر الطن 260 دولار الفترة السابقة وصل سعر الطن ما يقرب من 500 دولار لكن خلينا ناخد المتوسط إحنا كان تكلفة رغيف الخبز علينا قبل ما تحصل هذه الأزمة كان تكلفته على الدولة ب60 إرش وكانت الدولة بيتبيعه بالخمس قروش النهاردة طب تكلفة الرغيف قديه وصلت النهاردة مع زيادات الأمح 80 إرش لكن ما زالت الدولة مستمرة في دعم الرغيف وبنفس السعر اللي هو موجود والنهاردة متاح أنا بس حزبة بسيطة لو بنتكلم في 100 مليار رغيف في السنة وبنتكلم في 20 إرش فرق زاد تكلفة من 60 إرش لـ 80 إرش العشرين إرش دول يعملوا 20 مليار جنيه إضافية على الدعم اللي موجود بالفعل للخبز والدولة النهاردة برضو متحملية في هذه المرحلة الدقيقة جداً والاستثنائية لأن ده طبعاً الخبز ده شيء مهم جداً وحرسين كل الحرص إن احنا يبقى بنحقق الاستقرار في هذا الموضوع لكن بس أنا حابب أحط هذه الأرقام قدامنا عشان كلنا نبقى حاسين الدولة المصرية بتتحرك وبتشيل عن المواطن قد إيه نظراً لظروف اللي احنا عارفينها كلها وعارفين البعد الاجتماعي اللي موجود للدولة المصرية احنا خدنا قرار ويمكن حضراتكم عارفينه كويس جداً بعدم تحريك أسعار الكهرباء أسعار الكهرباء كان متوقع إنها تبدأ تزيد اعتبرها من 1 سبع ولكن خدنا قرار بتأجيل التطبيق ده لمدة 6 أشهر ونبدأ نشوف بعديها الموقف حيبقى عامل إزاي التكلفة بتاعة هذا التأجيل على الدولة حوالي 10 مليار جنيه وبرضو الدولة المصرية بتتحملهم من خلال الاحتياطيات اللي موجودة لديها علشان بقدر الإمكان مرة أخرى نخفف الأعباء عن المواطن المصري الحقيقة بالإضافة لكل الكلام ده إحنا كنا حرسين لما حصلت الأزمة إن إحنا ناخد بعض الخطوات وكانت توجيهات فخامة الرئيس للحكومة إن إحنا ناخد خطوات إضافية لموضوع الحمال الاجتماعي حضركم عارفين بكرنا موضوع زيادة المرتبات والمعاشات بدل ما كانت حتبدأ تطبيقها من 1 سبعة بدأناها من 1 أربعة الكلام ده كلف الدولة قد إيه في التلات تشهر دول لزيادة المرتبات والمعاشات ما يقرب من 18 مليار جنيه إضافية زودناهم وحطناهم في موازنة العام الماضي اللي فات واستوعبناهم علشان برضو نساعد المواطنين في مواجهة التضخم اللي العالمي اللي العالم كله ابتدى كان يعاني منه وياجه السنة دي مخصص ضمن موازنة الدولة 191 مليار جنيه للمعاشات اللي بيستفيد منها النهاردة أكتر من 10 مليون مستفيد من مواطنين المصريين النهاردة القرار اللي خدناه بزيادة أعداد المستفيدين من تكافل وكرامة لأن احنا نزود 450 ألف أسر جديدة بحيث يصل عدد الأسر المستفيدة إلى أربعة واثنين من عشر مليون أسر بقيمة إجمالية قدقين نهاردة ضمن موازنة الدولة 22 مليار جنيه أنا عايز بس أحط 22 مليار جنيه السنة دي وصاد نفس الرقم اللي كان خاص لهذا البرنامج في موازنة 15-16 كان 11 مليار يعني احنا فقط في الكام سنة دول ضعفنا المخصصات الخاصة بتكافل وكرامة للضعف من خلال أن احنا بنتوسع في إدخال أكبر عدد من الأسر عشان تستفيد من هذا البرنامج الكبير السنة دي مخصصين دعم للإسكان الاجتماعي لوحده يقترب من 8 مليار جنيه بالإضافة إلى 11 مليار جنيه للتأمين الصحي وعلاج الغير قادرين على نفقة الدولة ده بالإضافة للتوسع في تطبيق التأمين الصحي الشامل احنا كنا كل اللي كان عندنا من فترة من سنة كانت محافظة بورسعيد النهاردة بقينا بنطبق في 6 محافظات وكان توجيه فخامة الرئيس إن احنا نأثر مدة التطبيق بدل ما كانت حتبقى 15 سنة تبقى 10 سنوات على مستوى الجمهورية عشان كل المواطنين يستفيدوا من التأمين الصحي الشامل الحقيقة من المقرر إن شاء الله خلال هذا العام أيضا إن احنا نرفع حد الإعفاء الضريبي لكل العاملين في الدولة سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص بحيث إن المواطن اللي دخله مرتبوا 2500 جنيه شهريا ما يدفعش ضرائب بدل ما هو حاليا بيبقى فقط اللي عنده اللي هو مرتبه 2000 جنيه هو لم يدفعش فإحنا إن شاء الله مع الإجراءات التشريعية اللي هتكتمل حيبقى بيزيد حد الإعفاء الضريبي بدل ما يبقى 2000 جنيه يبقى 2500 جنيه شهريا ما يدفعش فيها ضرائب خالص المواطن وبالتالي ده كله بيتيح مرة أخرى آلية للتسيير على المواطنين الحقيقة في مجال توفير السلعة الأساسية ومع كل الأزمات الغير مسبوقة اللي حالكم شايفينها والارتفاع الغير مسبوك فأسعار كل السلعة الدولة المصرية بتبذل جهد غير عادي في تأمين إن يكون عندنا احتياطي استراتيجي من كل السلعة الأساسية في حدود متوسط ستة أشهر وده اللي الحمد لله بفضل الله وكرمه قادرين إن إحنا نحققه حتى في ظل كل هذه التحديات الغير مسبوقة وارتفاع سعر هذه السلعة سواء الأمح زيت الطعام كل السلعة الرئيسية عندنا ولله الحمد في هذه اللحظة وأنا بتكلم مع حضراتكم متوسط ستة أشهر مخزون استراتيجي وبالتالي ده بيؤمن الدولة أي نوع من أنا آسف الأزمات اللي ممكن تحصل على الأقل بنبقى ضمنين إن لدينا احتياجاتنا وبنشتغل دايما على إن هذا المخزون اللي هو ستة أشهر لا يقل بأي حال من الأحوال خلال الفترة القادمة ونتيجة لهذا الكلام أنا عايز أقول لحضراتكم إن حتى الدعم التمويني السنة دي زايد لتسعين مليار جنيه بدلا من سبعة وتمانين مليار اللي كان موجود السنة الماضية فيما يخص موضوع منظومة الأمح وجمع وتسليم وتوريد الأمح المحلي ويمكن ده كان حصل نقاش كبير جدا ما بين الفلاحين المصريين لإن إحنا الأول مرة بنطبق منظومة جديدة إن إحنا كان دائما وأنا بقولها إن إحنا بيبقى تسليم وتوريد الأمح كان بيبقى اختياري للفلاحين ولكن السنة دي إحنا حطينا منظومة جديدة علشان ندعم الفلاحين المصريين وعملنا الحقيقة منظومة رفعنا بيها سعر تن الإرداب من سبعمائة وعشرة كانت السنة اللي فاتت إلى تمنمائة وعشرة ومعها كمان زودنا حوالي خمسة وستين إلى سبعين جنيه حافز إضافي بحيث وصل متوسط الإرداب لتمنمائة وتمانين جنيه إحنا كنا مستهدفين إن إحنا نجمع من الأمح المحلي كدولة عشان نستخدمه في الخبز المدعم ما بين خمسة إلى خمسة ونص مليون طن إحنا نجحنا إن إحنا نصل إلى أكتر من أربعة مليون طن بشوية يعني حققنا حوالي تمانين في المية من اللي كنا مستهدفينه كدولة ولكن خلينا أقولها بمنتال أمانة التجربة اللي حيات عملناها علمتنا العديد من النقاط المهمة جدا والنهارده إحنا كحكومة النهارده بنناقش مع بعض إن إحنا نشوف النهارده بإذن الله قبل بدء موسم زراعة الأمح الموسم القادم اللي حيبدأ في شهر أكتوبر القادم يكون لدينا منظومة أكثر تحفيذا للفلاحين الصغيرين بالذات علشان يوردوا الأمح لأن هي مشكلتنا إن الغالبية العظمة من فلاحينا وأهلينا اللي بيبقوا عندهم حيازة بمجموعة قراريت فأغلبهم بيفضل إن هو يحتفظ بمنتج الأمح سواء للاستخدام الشخصي أو حتى يبيعوا للقطاع الخاص وده لا بأس فيه لأن في الآخر حتى لما بيتباع للقطاع الخاص هو بيدخل جوه السوق المصري وبيخفف أعباء الاستيراد بالدولار على الدولة المصرية ولكن إن شاء الله قبل ما يكون موسم زراعة الأمح القادم إن شاء الله يبدأ الدولة المصرية هتكون بتعلن عن برنامج جديد لتحفيز الفلاحين المصريين على زراعة القمح وتوريده للدولة المصرية بإن شاء الله بقليات أفضل علشان نشجع هذا الموضوع مستمرين في منظومة دعم الأسمدة إحنا النهاردة سعر السماد اللي موجود ما بين أربع تلاف وخمسمائة لخمس تلاف بينما السعر العالمي ما بين حداشر إلى اتناشر ألف جنيه ولكن الدولة المصرية حريصة عشان دعم الفلاح باستمرار منظومة دعم الأسمدة وعلى الرغم من كل هذه البرامج اللي الدولة المصرية والحمد لله بتنفذها الحقيقة كان فيه توجيه من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا للحكومة إن احنا نضع حزمة أخرى وإضافية من الحماية الحماية الإجتماعية واللي إن شاء الله الحكومة النهاردة بتعدها وإن شاء الله حنعرضها على فخامة الرئيس ونشوف توجيهات فخامته في خلال الفترة القادمة عشان نوسع بأكبر عدد ممكن قاعدة المستفدين من برامج الحماية الإجتماعية اللي الدولة المصرية النهاردة بتخطبهم بيها أخزا في الاعتبار وإدراكا منا بالظروف الاستثنائية الغير مسبوقة اللي العالم بيمر بيها مخصصات الصحة والتعليم هذا العام الحمد لله بالرغم من كل هذه التحديات زادت بصورة كبيرة جدا أنا حدي بس مجرد رقمين مخصصات الصحة هذا العام 310 مليار بزيادة 34 مليار عن السنة اللي فاتت التعليم قبل الجامعي 317 مليار جنيه بزيادة حوالي 61 مليار عن العام الماضي توجيهات فخامة الرئيس كانت لنا بتضييق الفجوة الخاصة بأعداد المعلمين وكانت توجيهات سيادته بتعيين 150 ألف معلم على مدار الخمس سنين القادمين وحنبدأ وبدأنا بالفعل إجراءات تعيين أول 30 ألف منهم إن شاء الله بحيث يدخلوا العام الدراسي القادم بإذن الله ونكون معانا 30 ألف دول إحنا أخذنا خطوات كثيرة في اليومين اللي فاتوا لزيادة مرتبات المعلمين والمعيدين وصغار الصغيرين في الجامعات والمستشفيات وحنبقى حرصين كل الحرص إن إحنا نستمر في هذه الألية في خلال الفترة القادمة أنا حابب الحقيقة إن أنا أختم كلامي لكل المواطنين المصريين لإن في ظل هذه الأزمة الكبيرة جدا بتيجي دعاوة كثيرة إن يعني الدولة لازم تتوقف عن المشروعات وعن الإنفاق على التنمية ويمكن الموضوع ده يعني لازم إن إحنا كلنا نفهم أبعاد هذا الموضوع إحنا كلنا حرص إن إحنا نزود دخل المواطن المصري ودخل المواطن في أي دولة في العالم ما بيزيتش إلا بزيادة الناتج المحلي الإجمالي للدولة كلها الناتج المحلي الإجمالي لأي دولة في العالم بيزيد من خلال لإما يكون هذه الدولة ربنا حبيها بموارد طبيعية ضخمة كموارد بترولية بعض المعادن النفيسة وده اللي بتؤمن لهذه الدولة إن يكون عندها دائما موارد كبيرة تزود من حجم إنتاجها وده يعني حتى هذه اللحظة مصر ما عندهاش هذه الموارد الكافية اللي نقدر الطبيعية اللي إحنا نعتمد عليها ولكن البديل الآخر اللي لاجئت إليه دول كثيرة جدا هو التوسع في عملية النمو والإنتاج من خلال تنفيذ المشروعات التنموية الكبيرة اللي هذه الدول بتكون في أمس الحاجة ليها عشان تحقق طفرة كبيرة في مستوى جودة الحياة للمواطن وتحقق الخدمات والتنمية الكبيرة والبنية الأساسية الكبيرة وده المنهج اللي المصر بتتبعه واللي الحمد لله على مدار الأربع خمس سنوات الماضية خلى إن الناتج المحلي الإجمالي المصر بيتضاعف بأرقام غير مسبوقة في خلال الفترة اللي فاتت أخذن في الاعتبار الزيادة السكانية اللي موجودة ولكن مع ذلك ومع الزيادة السكانية الحمد لله المستوى داخل المواطن المصري ونصيبه من الناتج المحلي الإجمالي بيزداد وده اللي بيؤكد إن عشان الاقتصاد بتاعنا ينمو ونحقق التفارات اللي احنا كلنا نتمنها لدولتنا لازم تستمر مشروعات التنمية الكبيرة ويمكن أهم مشروع النهاردة الدولة المصرية وبنؤكد على حرصنا على الاستمرار في تنفيذه لأنه بيحقق كل يعني زي ما بنقول المعادلات الخاصة بعملية التنمية الشاملة والمتكملة هو مشروع حياة كريمة لأن هذا المشروع العملاق مشروع بيخدم 60 مليون واطن مصري في الريف المصري بيحقق لهم مستوى جودة جودة حياة لائقة من خلال مشروعات البنية الأساسية والخدمات ولكن في نفس الوقت بيخلق فرص عمل كبيرة جدا على المستوى المحلي ما ننساش حاجة مهمة جدا إحنا الدولة المصرية كانت في 2014 معدل البطالة كان 13% النهاردة إحنا الحمد لله أقل من 7.5% بالرغم من كل التحديات اللي إحنا فيها ده كله ما كانش ممكن يتحقق إلا من خلال المشروعات القومية الكبيرة اللي الدولة المصرية نفزتها وكفاية إن إحنا كل يوم ملايين الأسر المصرية بيرجع عائلها وهو في جيبه المبلغ اللي يكفيه إن هو يعيش هذه الأسرة وده اللي إحنا لازم نخب بالنا منه هذه المشروعات بالرغم إنها كانت بالإضافة إلى إنها كانت بتتيح مشروعات تنمية كبيرة وبتوسع الرقعة المعمورة لمصر ولكن الأهم هي خلقت ملايين من فرص العمل لشبابنا اللي لو لو وجود هذه المشروعات ما كانش حتبع عندهم هذه الفرصة الدولة المصرية أعلنت عن خطتها في الفترة اللي فاتت للإصلاحات الهيكلية وإزاي زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات العامة وأعلننا عن حزمة كبيرة جدا من الحوافز لقطاع الصناعة بالتحديد واللي إحنا مصرين إن هذا القطاع إن شاء الله في خلال الثلاث سنوات القادمة ينمو بقفزات كبيرة جدا عشان صادراتنا تزيد بقفزات كبيرة لأن لا بديل لمصر هذا الموضوع عشان لو كنا فعلا بنستهدف تقليل الفجوة من العملة الصعبة والفجوة الدولارية البديل الرئيسي هو زيادة الصادرات وتعميق الصناعة جوة مصر عشان نقدر نحقق هذا الموضوع الكلام ده إحنا وضعين لي خطة واضحة جدا لنا كدولة مصرية بنتحرك على تنفيذه فخامة الرئيس بيتابعنا بصورة شبه يومية لتحقيق هذه المستهدفات اللي بالرغم من زي ما بقول حضراتكم الظروف الغير مسبوقة للعالم كله بيمر بيها إحنا مصرين على تنفيذ هذه المستهدفات وإن شاء الله يا ربنا يوفق مصر ولدينا كل العزم والرغبة في تنفيذ هذه الخطط بالكامل إن شاء الله في خلال الفترة القادمة وربنا يعني يحفظ مصر ويسلمها من كل سوق ومرة أخرى كل سنة وحضراتكم طيبين بمناسبة عيد الأطحى المبارك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته